اشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة المالك المفدى ورئيس المجلس الاعلى للبيئة مالك فريق بحرين واحد بالانطلاقة المثالية للفريق ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة البحرين الوطنية للسباقات السرعة لدراج وذلك بتحقيق سائق الفريق الاماراتي خالد البلوشي المركز الاول بعد تفوقه على منافسه سائق فريق بابكو هاني علي في السباق النهائي واكد سموه ان الجهود التي بذلها فريق بحرين واحد خلال فترة قصيرة للوقوف على جاهزية الفريق اسهمت في دخوله بقوة للمنافسة واثمار ذلك عن الفوز بالمركز الاول في الجولة الاولى من السباق معربا سموه عن تمنياته بالتوفيق لفريق بحرين واحد في الجولات القادمة وان يحقق الفريق لقب الموسم من جانب اخر اعرب السائق الاماراتي خالد البلوشي عن سعادته البالغة بتحقيق المركز الاول في الجولة الاولى من بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة لدراج مؤكدا ان هذا الانجاز تحقق بالدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة للفريق لمواصلة مسيرة الانجازات والانتصارات الى جانب الجهود التي يبذلها اعضاء الفريق للوقوف على الجاهزية التامة للمنافسة على الاسعادة المحلية والعالمية هذا ويدخل فريق بحرين واحد منافسات الموسم الحالي وسط تطلعات كبيرة للمنافسة في جميع جولات بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة لدراج الى الجانب العمل على رفع جهزية الفريق للمشاركة ضمن بطولة العالم السيارات فئة NHRA برومود وسط تطلعات كبيرة لتحقيق اللقب الثالث على التوالي بعد التتويج بلقبي موسمي 2019 و2020 و2020 اشتركوا في القناة